خلينا ننتقل دلوقتي لي زميلتنا العزيزة روزان النصر هي متواجدة دلوقتي وحيكون ليها لقاء مع الأستاذ حسام الغربوي وجريدة الجمهورية روزان صباح خير عليكي وصباح خير على الأستاذ حسام وعايزين نعرف منك لأن أعتقد كده ما فيش ماشرات لا يتحدث عن المنتخب واقتراحات لكمان شكل الدوري الجديد فخلينا نعرف منك التفاصيل تفضل يوم جديد فقرة صحفية جديدة من داخل جريدة الجمهورية وهنبدأ فيها بأهم العنوين من جريدة الجمهورية اجتماع السبت المقبل واقتراحات لشكل الدوري الجديد بالفعل يا نهواند من جريدة الشروق اليوم المنتخب يدخل معسكرا مغلقا لاستكمال مشوار تصفيات كأس العالم من جريدة الشرق الأوسط قمة بين سان جرمان ومانشاستر ساتي واختبار قوي لليفر بول أمام بورتو اليوم ومن روسيا اليوم ترتيب الأندية وأفضل الهدفين بعد الجولة السادسة للدوري الإنجليزي طبعا يعني هيكلمنا في تفاصيل كل هذه الأخبار الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغربوي في البداية طبعا برحب بيك على شرط قناة الأهلي يعني خليني أعرف من حضرتك إيه رأيك طبعا في شكل الدوري الجديد طبعا دي هي إن شاء الله هيحددها للاتحاد حسب طبعا أجندة المنتخب والتوقفات وطبعا لأن العام الماضي كان طبعا السنة كاملة اللاعبين كلهم دخلوا طبعا في مرحلة إرهاق نديك الدخط والمباراة وده أثر على قوة المنتخب فإن شاء الله بإذن الله المعسكر الحالة هيبقى كيروش بيحاول أنه هو يشوف التشكيل الأساسي أو اللي هيبقى هيقدر يخد به أمام ليبيريا إن شاء الله في المباراة الودية إن شاء الله استعدادة لليبيا لأن إحنا طبعا بإذن الله عزنا تصدر المجموعة لأن إحنا طبعا في وصافة المجموعة الستة بأربع نقاط بعد ليبيا وإن شاء الله طبعا هو هيسعى بقوة أن هو يفوز بمباراتين عشان ما نستناش نتائج الفرق ونخش زي ما يقوله في حزبة مرمة فإن شاء الله بإذن الله المعسكر ده هيتحدد حاجات كتير قوي وإن شاء الله نتمنى لمنتخبنا بإذن الله الفوز في الجولتين القادمتين بإذن الله من الأخبار المهمة جدا طبعا كمان يمكننا أنه وانت سألت عليها في الستوديو يعني عايزين نعرف إيه هي آخر استعدادات المنتخب لتصفية كاس العيل طبعا إحنا قلنا دلوقتي إنه هو طبعا فيه المعسكر الحالي إن شاء الله في برج العرب وطبعا هتبقى المباراة الأولى عليه بإذن الله فطبعا هيخود مباراة ودية إن شاء الله لأن المباراة الودية بتكشف أكتر للمدير الفن الجديد اللي هو طبعا أكيد عايز يعرف كتير عن إمكانيات اللعبين المصريين والمباراة الودية دي هي اللي هتكشف بإذن الله التشكيل الأساسي هتبقى مباراة يعني هتبقى إعداد قوي ليبيا إن شاء الله وبإذن الله مصر بعناصرها القوية طبعا إن شاء الله في مقدمتها محمد صلاح هنقدر بإذن الله نفوز ونعد المرحلة دي وإن شاء الله نتصدر المجموعات ساتة إن شاء الله توقعاتك باء لمباراة اليوم باريس سان جيمان مع منشاستر سيتي وليفر بول مع بورتو طبعا إحنا منشاستر سيتي وباريس سان جيرمان طبعا هتبقى مباراة قوية جدا والمباراة طبعا هتبقى قوية جدا لأن طبعا الفرقتين كان منشستر سيتي طبعا متفوج بشكل دائم على باريس سان جيرمان في أغلب المواجهات وطبعا كان أول مواجهة بينهم كان 2016 في ربع النهائي وقدر أن سيتي يتفوق على مان وطبعا أنه تغلب عليه وفاس بلوطولة وتأهل النصف النهائي ولكنه طالق أنه خرج أمام ريال مدريد وكان المواجهة التانية كان ما بينهم بعض فيه نصف النهائي بعد مرور خمس سنوات وكانت برضو الغلبة لمنشستر سيتي وطبعا أكيد سان جيرمان بعد ما قدر أنهم يضم ميسي بإذن الله هتبقى المباراة قوية جدا بحيث أنه هو يعود الخسارة والاتنين طبعا فرقتين قويتين جدا ولكن لم يحصلوا على البطولة بأي شكل فهتبقى المباراة قوية بينهم بشكل كبير جدا وهنشوف إن شاء الله مباراة قوية وبنفس الوقت برضو المباراة الأخرى فالنهاردة إن شاء الله هتبقى واجبا كروية أوروبية قوية جدا هستمتع بها الجماهير إن شاء الله في كل أنحاء العالم خليني كمان أعرف من حضرتك رأيك في ترتيب الأندية وأفضل الهدفين في الدوري الإنجليز طبعا بعد مرور الجولة الأخيرة لدينا طبعا ليفربول بتقلق محمد صلاح هو متصدر طبعا بـ 14 نقطة بعد كده بنلاقي بعدين منشستر سيتي شيلسي يونايتد هما دول أقوى الفرق اللي ظهرين على السحب ينفسه بقوة في المربع الزهبي وفي نفس الوقت طبعا نتك عن كل ده هدفين ومتميزين جدا في البطولة وفي مقدمتهم ميشيل أنتوي بخمس أهدف وكذلك محمد صلاح وجيمي فيردي هم يعتبروا في المجموعة الأولى بيجي بياليها المجموعة التانية من الهدفين البرتغالي فيردانديدز بأربع أهداف ما طبعا معاها في نفس المجموعة إسماعيل صارة وسعيد بن رحمة طبعا أنا مبسوط جدا أني بنلاقي القرى الصمراء فيها عماليقة وبعض الهدفين متميزين وإن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق خاصة للعبيد القرى الصمراء بإذن الله إن شاء الله بشكرك جدا الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية مشاهدين دي كانت كل الأخبار هنا من جريدة الجمهورية بشكركم وعودة لكم مرتا